السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم رايحانا كمان نشارك معكم اليوم طالما مورق بلا توراق بطريقة سهلة مكونات اقتصادية كيتقام مرخيص بزر كيجي لديد وسهل وسريع في التحضير كما تلاحظوا معي الشكل ديالو رائع جدا مكونات اقتصادية كما غادي تسمعوا معايا القرمشة ديالو هائل بلا توراق نهائيا ستجي سهلة وسريعة كما تسمعوا القرمشة والمدق هائل جدا مكونات اقتصادية بسم الله على بركتي لدي تلتمية وخمسين جرام ديالطحين فورس اربع ملاعق كبيرة من الزيت ملاعقة كبيرة من السكر القليل من المح وماء عادي من الروبيني كمية الطاحن كمية الطاحن ثلاثة كيسان ونص اربع كاس ديالزيت اربع ملاعق كبيرة مملوئة من الزيت اللي استعملت انا ملعقة كبيرة من السكر والقليل من الملح وماء عادي من الروبيني العجينة ضروري مايكون القوام ديالها متماسك تكون قاسحة ماشي طرية حيث غادي نخليها ترتاح غادي تزيد كتر خط كنضيف الماء شوية شوية غادي تقولوا ليش حاخدات يعني بقياس الكاس تقريبا كاس اربع في حدود المهم العجينة تبقى كما لحتو متماسكة كننزلها في سطح العمل نديها ونجيبها شوية دلك خفيف ماشي شي مجهود نهائيا دقائق قليلة وغادي نشكلها كورا ونغلفها بالبلاستيك الغدائي وندخلها للتلاجة مدة ديال خمسة عشر دقيقة فقط مكونات التوريق عندي هنا زبدة خاصة بالتوريق استعملت لدة مية وخمسين جرام مع ملعقتان كبيرتان من النشا اللي هي ميزينة ونخلط كل شي مزيان تكون زبدة بدرجة حرارة المطبخ كما لحتو ونخلطها ونخليها جانبا نرشل قليل من الطاحين في سطح العمل ونخرج العجينة من تلاجة ناخد دلك وغادي نصرحها قدر المستطاع مربع او مستطيل المهم كترقوها مزيان في هاد المرحلة الاولى اعطيتها هاد الشكل هاد كما كتلاحظو تكون ملاسقاش في سطح العمل كناخد هديك الزبدة اللي هي مية وخمسين جرام زبدة خاصة بالتوريق ضفت لها ملعقتان من النشا اللي هي ميزينة وغادي ندهن سطح العجين كامل بهديك الكيمية دي الزبدة هالطريقة عملية اكتر وسريعة على هديك اللي غادي تصرحو الزبدة وغادي تخرج لكم كتعدبكم جربوا بهالطريقة هادي غادي نطويها بحل المسمنا العادية ونضغط مزيان ونطويها على الجهة الاخرى تماما بحل المسمنا العادية لابا غادي نعرش شوية ديال الطحين مباشرة ما كندخلها لتلاجة لحتى حاجة هدي هي الطورقة الوحيدة اللي غادي ندلها فقط غادي نصرحها مزيان وغادي نطويها بهالطريقة اللي غادي تلاحظو معاه ما كتخرج هديك الزبدة نهائيا كما كتلاحظو كنصرحها نعطيها شكل مستطيل حسب الشكل اللي اعطيتها في الاول غادي نعطيها بالطول ونطوي بها الشكل هذا كما لاحظو نطوي طرف على طرف حتى غادي نكمل الطرف الاخير صافي ونغلفها بالبلاستيك الغذائي وندخلها لتلاجة مدة ديال نصف ساعة كناخد هنا كاس ديال سكار سنيدة من الافضل تكون غليدة مش يرقيقة بزاف وكنوزعها في سطح العمل كما لاحظو خضيت كاس هو اللي غادي نحتاج فقط فهذه الكمية هذي بعد ما خرجت العجينة من التلاجة كتكون هكا بردات ومتماسكة غادي نصرحها دعبة نعطيها واحد الشكل اللي كيكون مستطيل أو مربع كما نحتوم غا نحيد منها لفائد لحتى حاجة نهائيا وغادي نزيد نحط عليها شوية ديال سكار سنيدة اللي هي سكر حبيباز وكنستعين بالدلاك في هاد المرحلة هذي سمك العجين مخصوش يكون يكون رقيق نهائيا تكون سمك ديالها متوسط وما تكونش غليدة انتو ما غا تلاحظو معايا كنأكد ما ترقوهاش بزاف إلا رقيقتوها بزاف ما غا تجيش مورقة خليتوها غليدة غا تجيكم مع الجنب الطياب سمك اللي يكون متوسط انتو ما كتلاحظو ان شي جيها مبقاش بها السكار كتزيدو كتحطو على شوية ديال سكار سنيدة معا الاستعيناء بالدلاك لاحظو السمك دياله انا غا نوريكم الشكل ديالو عن قرب هاد الشكل هادا سمك متوسط ما غليداش ما رقيقاش كنزيد كندير شوية ديال سكار وكنطوي طيال اولى وندير شوية ديال سكار ونطوي الطيال التانية في الجيها المقابلة ايضا هادين طوي بحل اولى طيال اولى وكنرش شوية ديال سكار ونطويها طيال ثانية وهنا خليوا واحد الفراغ في الوسط باش الوقت اللي غا دين طوي طرفين مع بعض كيتطواولينا بكل سهولة هادين قلب بهاد الشكل هادا باش كجينا مقادة سفيها انا حصلت على الشريط كيكون هكا مقاد كتاخدوا سكي اللي كيكون هاد ولا اي اه اداة باش غا دي تقطعوا غادي نقسمها من نصف باش نوريكم كتعبروا اصبع واحد وتقطعوا مخصاش جي رقيقة تاني بزاف ومتعرضوهاش بزاف عبروا اصبع واحد انا درت لكم باش تبه لكم طريقة اصبع واحد وكتقطعوا كيما لحتو رقيقة تجي سهلة ورائعة جدا ممكن تديروا باقيت ممكن تديروا اي حاجة بهاد العجين هادا صافي ومباشرة غادي ناخد طاولي فيها ورق ونحطهم بشكل لي كيكون متباعد ما يكونوش متقاربين نهائيا بالنسبة للفران في هاد الاثناء كنشعلوه خاصو يسخون مزيان سخنوه واحد العشرة دقيق قبل يكون في الاول على اعلى درجة قبل ما ندخلوهم كن اكد بعدو بيناتهم خليوا واحد الفران والفران يكون سخون مزيان في المرحلة الاولى بمجرد ما غادي ندخلهم غادي ننقص شوية النار نخلي النار متوسطة حتى كيبانو الياخدو الشكل ديالهم وكننقص النار نديرها نار مهيلة ونخليها تطيب على خاطرها وكتتحمر باش كيجيو شكل واحد ويجيو طايبين من الداخل ومقرمشين حتى من الداخل كدالك ماشي غير مقرمشين من برا وخضرين من الداخل الفران يكون سخون في الاول غير كندخلوهم كان نقصو غادي شوية فقط غادي تباليكم انها كتنفخ وكتاخد الشكل ديال بالمي بهاد الشكل هذا اللي كتلاحظو هادي كساعة كتنقصو النار وخليهم كيطيبو من الافضل تديرو النار من اسفل واعلى انا عندي فورن الغاز بمرواحة النار عندي غير من اسفل فقط راكي حمر ليه ما كان حتيش انا عنيش على الفوق كيما سمعتم عياء القرمشة كيجيو رائعين جدا بلدات بزاف وان شاء الله تجربوهم بإذن الله نوريكم القطعة من الوسط هنا باش توليكم الصورة واضحة اكثر كيجيو هائلين مورقين وخاما قدرناش لهم توريق لعدة مرات مرة واحدة فقط لاحظوا الشكل لهم مورقين والدان طريقة الاحتفاظ حتى كي يبردوا وكدرهم في علبة محكمة الإغلاق وبصحة